موسيقى 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 بسم الله ابو الابن والروح الكدس الى واحد حل عليه نعمته ورحمته وبركته الان وكل اوان وإلى ظهر الظهور كلها امين بنعمة ربنا النهاردة هنبدأ سلسلة من المحاضرات في موضوع هقول لك علي دلوقتي ده طبعا ضمن مدة اللاهوت الروحي في معهد الكديس حبيبي جرجس عشان كده بيحب أمسك سلسلة من الموضوعات المتربطة فهناخد موضوع بعنوان تكامل الفضائل تكامل الفضائل بمعنى ان احيانا الفضيلة لو معهاش او ناقصة فضيلة اخرى بتكون مش فضيلة بتكون الحقيقة عكس الفضيلة وهنشوف ازاي وهندي امثلة النهاردة هنعمل وناخد اول موضوع في السلسلة هيكون مطلوب من طلبة المعهد ان هما يلخصوا الموضوع في صفحة كل موضوع في صفحة من الموضوعات اللي هنطرح زي ما بتدينا الاسبوع اللي فات بتدينا بالعربي يعني طبعا احنا بنشوف ايه الاحسن العربي الاول بعدين الانجليزي او الانجليزي الاول بعدين العربي حب اسمع رأيكو بردو لكن يعني احنا جربنا فترة العربي يكون بعد الانجليزي كان الانجليزي الاول نجرب فترة نبتري بالعربي ونشوف موضوع الانجليزي بردو يمكن يهمكو احب اديكو فكرة عنه عشان ما يفوتكمش الانجليزي موضوع بعنوان displaced anger يعني غضب ليس في محله او ليس في مكانه يعني احيانا الغضب بيكون مش في وقته او مش في معاده او في مكانه او بسببه وهنشوف المفهوم بتاع ده ايه واسبابه ايه وعلاجه ايه فبرضه موضوع حلو ياريت تكمله معنا في الموضوع الانجليزي واحب ان انا اعمله لكم في يوم ما بالعربي برضو لان موضوع مهم وهيهم الناس كتير يعني ايهوب ان ده هتلاقوه لحياتنا اليومين تعالوا نصلي وبعد كده نكمل موضوع بسم الله والابن والروح الكدس اله واحد امين اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك اعطي ان تكون لنا بغير مانا والعائق لنصناها حسب مشيئتك المقدسة التوبوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انا انبيها علينا يا رب على عبيدك الاتين بعدانا الابتكم ايها الرب والإله تفرق جميع عدائك واليهرب من امام واجهك كلهم بغضي اسمك الكدوس اما شعبك فليكم بالبركة الوف الوف رباط رباط يصنعون مشيئتك بالنعمة ورأفات محبة البشر لواتي لابنك وعيد الجنس ربنا وله انا مخلصنا يصعى المسيح هذا لازم من قبله المجدو والإكرام والعز والسجود طريق بك مع مرها كدس محي مساولك الانا كلها واندهر الدور كلها من يجعلنا مستعقين نقولها بشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمه ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وزانا لازل الغد أعطيها لانا اليوم واخفر لانا ذنوبا كما نخفر نحن أين المزدوين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشري بالمسيح صلى ربنا لانا كمولك والك هو المجد الأبد أمين بسم الآب والإبن الروح الكدوس إله وحدا بسم الآب والإبن الروح الكدوس إله وحدا أمين تحل علينا عماته ورحمته وبركته الآن وكل أبوين ظهر الظهور كلها أمين كان كرسة البابا شنودة ربنا ينيح نفسه وينفعنا بصلواته كان تكلم في موضوع تكامل الفضائل والحقيقة يعني يمكن أحب أتكلم في الموضوع ده وندرسه مع بعض ونفحصه مع بعض من أوجه كثيرة يعني إيه تكامل الفضائل يعني أحيانا الفضيلة لو قائمة بذاتها من غير ما يكون معاها فضاء المرتبطة بيها هتبوز الفضيلة نفسها الفضيلة نفسها هتبوز من غير ما يكون فيها فضائل أخرى بتكملها يعني مثلا فيه ثلاث فضائل دولة إخوات جنرال سبيكينج يعني ثلاث فضائل لازم يكونوا موجودين مع بعض المحبة معها حكمة معها تواضع دولة لازم يخشوا في أي فضيلة لكن يمكن النهاردة الموضوع بتاعنا هيبقى عن تكامل فضلتين مع بعض و ضدهم يجيب عكسهم أو نقص واحدة فيهم تجيب عكسها بمعنى السيد المسيح قال في متى عشرة ستاشر ها أنا أرسلكم كغنم في وسط الزئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام فإن الإنسان المسيحي مطالب بإنه يكون عنده فضلتين مع بعض مكملين لبعض فضيلة الحكمة و فضيلة البساطة طيب عايزة أفهمكوا يعني إيه قصدي لو غابت عنصر من دول تقلب لضده الحكمة بدون بساطة تبقى تعقيد يبقى مش إنسان حكيم يبقى إنسان معقد ويعقد اللي حواليه ويتعبهم في حياته لأنه هو مش حكيم ده معقد طيب لو إنسان بسيط من غير حكمة هتتحول بساطته إلى سازاجة يعني واحد يقول لك على نياته ما بيفهمش ويددوله كده القب مش كويس يبقى إذن لازم الحكمة تكون معاها بساطة وإلا تضيعها والبساطة تكون معاها حكمة وإلا تضيعها عشان كده الإنسان يكون بسيطا في حكمته وحكيما في بساطته دي بتكمل وده موضوعنا النهاردة لكن هتدي لكم أمثلة أخرى مثلا بنقول على الصليب السيد المسيح أزهر حبه ورحمته ده من ناحية وأزهر عدله وقدسته من ناحية تانية ده إجابة للي هما بيرفضوا فكرة الفداء أن المسيح هو الفادي أو أن يقول المسيح بس كان بيظهر حبه على الصليب ده كل ده كلام بتاع نيو باتريستيكس العزيني يبوزه لهوتنا وإيماننا ويجبولنا حاجات غريبة لم نعرفها من زي قبل إيماننا واضح على الصليب مش كان المسيح بس بيوري حبه طبعا بيوري حبه ورحمته بلا شك هكذا أحب الله العالم محدش بيونكره لكن equally important يعني في نفس مستوى الأهمية أنه كان بيظهر عدله وقدسته ليه لأن أجرة الخطيئة يموت فالمسيح مات بديلا عنه بديلا وكلمة بديلا دي أنا أصدها طبعا ودي قالها القديس أساناسيس مش أنا اللي قلتها ويظهر قداسته لأنه رافض للخطيئة الخطيئة تؤدي إلى الموت تؤدي إلى الصليب لأن الله قدوس ليه ناس عايزة تتعمل ربنا على مزاجهم يحبوا ربنا المحب الرحيم ومش عايزين يقبلوا ربنا العادل أو الحق أو الكدوس دي كلها فضائل بتكمل بعض في ربنا نفسه ما نقدرش ناخد عنصر ونسيب عنصر آخر أو فضيلة ونشيل فضيلة أخر الرحمة والحق تلاقية يعني الرحمة والعدل الحق بمعنى العدل تلاقية فين على الصليب ده رد بسيط يعني اللي هم بتوع نيو باتريستيك دولة اللي هم عاملين يطلعوا لنا أفكار غريبة عن الإيمان ربنا نصليلهم ربنا يديهم توبة ويرجعوا لإيمان إيمان الكنيسة اللي استلمنا طول عمرنا يعني معرفش إيه إيه هوايتهم إن هم يطلعوا بأفكار كده شط ودلوقتي يطلع بفكرة جديدة يعني يلاقي بقى شعبية ويلاقي لايكس وهو خلاص الكل اللي تسمع قبل كده يقول لك لا عايزين نجيب حاجات جديدة فيجملنا هارتقات ويدخلوها الكنيسة وما فيش حد بيرد لا إيمان هو إيمان نقدرش نقبل إيمان غيره طيب إيه تاني كأمثلة يعني النهاردة بنقول introduction الموضوع ولكن هنركز في موضوع البسطة والحكمة بعد من خلص الانتروداكشن دي إيه تاني عايز أكلمكم في مفهوم الكرم ومفهوم الحرص لو كرم من غير حرص هيتحول إلى تبزير الكرم من غير الإنسان يبقى حريص أو حكيم في الصرف يعني يتحول إلى تبزير طيب لو حرص من غير كرم يتحول إلى بخل فشفته لازم الاتنين يبقوا مع بعض لازم إنسان يبقى كريم في نفس الوقت يبقى حريص إيه تاني على فكرة عايز أقول لكم بالمناسبة يعني هي كده فكرة جات لي وأنا باتكلم دلوقتي لما بيكون في زوج وزوجة ممكن واحد واخد يعني إكستريم من دول والتاني إكستريم لو هما الاتنين حكماء هيعرفوا يعملوا البالنس يعني لو واحد حد مبزر أو يعمل يصرف والتاني كده يقولوا فلان بتبزر كتير يعني في ناحية البخل شوي لو قدروا إن هما يتفقوا مع بعض هيوصلوا للهو الطريق الطريق الوسط اللي هي صح يبقى لا تطرف كده ولا تطرف كده ده يعني فكرة في الزواج إزاي الاتنين ممكن يبقى متفقين مع بعض يشوفوا من القوي في فضيلة معينة وتبقى هي دية يمسك المسئولية دي ايه تاني كموضوعات يعني هتبقى للأسابيع اللي جاي أنا بس بقول النهاردة العنوي واحد تاني ممكن يقول أنا صريح أو اللي في قلبي على لساني طب لو دية من غير احترام المشاعر الآخر هتتحول إلى إيهانة يبقى أنا باهينه وولونا قلبي على لساني لا غلط مش فضيلة أن أنا أكون صريح بحيث أن أنا أوهين الناس طب أموالعق لو هي احترام المشاعر بس من غير صراحة يبقى بتملق الناس باخدعهم مش بكلمهم يعني بمحبة عشان خاطر يحسن نفسه فلا كده صح ولا كده صح الاتنين لازم بيبقوا مع بعض ده موضوع إن شاء الله برضو نتكلم فيه موضوع مهم قوي يمكن هيهم الناس كتير برضو موضوع الصدق إن أنا أكون بتكلم كلام الصدق ولكن في نفس الوقت ببقى حريس بقول إيه أو الحذر من الكلام ليه لأن لو أنا صادق too much هقول معلومات ممكن تأذي ناس يعني لو أب الاعتراف مثلا حد راح قال له أب أو أم راح قال ابننا قالك إيه في الاعتراف يقول لهم لا طبعا ما يبقاش ده صدق ده عدم حكم ويبوز سر الاعتراف فيبقى لازم أبونا يكون يعني واخد باله حريس في الكلام مش أي حد يسأل سؤال المسيح نفسه عمل كده لكن بشرط أن أنا ما كدبش يعني مش هقول كل المعلومات لكن ما كدبش يبقى لازم أكون صادق لكن في نفس الوقت حريس في الكلام ولو ازداد الحرص في الكلام من غير الصدق أبقى كداب فشوفوا ديت لازم تيجي مع دي يعني هنشوف دي برضو هيبقى موضوع مهم جدا وهيحللنا بعض المشاكل بعض المشاكل طبعا الاجتماعية في التعاملات بشوف ناس كتير قوي يقولك إيه الأم مثلا تقول بنتها حد اتصل في التليفون قولي لها نايمة ما أنت بتعلميها الكذب ده كذب واضح لأن هنا حصل كذب لكن ممكن إيه مثلا قولي لها ماما مشغولة دلوقتي وهتكلمك بعدين إيه يعني يعني لازم بقى في حكمة لكن ماما ده له موضوع هيجي في وقت موضوع آخر هو الحب والمسئولي أنا أنا قصدي هنا في الحب بين زوجين أو اتنين بيتعرفوا على بعض عشان الزواج مش قصدي المحبة المسيحية بين كل الناس يعني ليه فيها أحب أعداءكم وأحب بعضكم بعضا كما أحببتكم لا أنا بنتكلم الوقتي على الحب في الزواج في إطار الزواج لما واحد يقول له واحد مثلا أنا بحبك هل معاها مسئولية ومعرفة أبعاد المسئولية ولا كلمة الإنسان قالها ومش فاهم أبعادها إيه يبقى حب من غير مسئولية أو من غير ما يكون فاهم الأبعاد ممكن بقى نحطها تحت بند الشهوة أو مش حسس بالمسئولية إلى آخر هنشوف ده برضو موضوع موضوع تاني ممكن يصلح في تربية الأولاد مثلا الحزم والحب ممكن الناس تقول لك رب أولادكم بقديب من حديد لا دي مش أسلوب تربية لازم الحزم يبقى معاه حب وعايز أقول الحب هو الطريقة اللي هنتعامل بها مع أولادنا ويبقى فيها علاقة حب ما بيننا وما بينهم وإن اضطرنا إن يكون في حزم علشان تربية بن بنتر نستخدم الحزم لكن لو الحزم زاد هيبقى عنف وقسوة ويبقى في مشكلة لأنه مش يبقى في محبة طيب لو الحب زاد وما فيش حزم وما فيش احترام هتبقى تدليل لأولادنا ودلع ويطلعوا عيال مش مظبوط يبقى لازم يبقى فيه إيه البالانس البالانس التوازن ده بين الحزم والحب إيه تاني برضو مفهوم المغفرة محتاج نتكلم مع بعض فيه المغفرة يعني إيه مغفرة يعني هل فيه مغفرة في تعليم السيد المسيح مغفرة بدون توبة من جهة الآخر يعني مغفرة كده كارت بلانش هو يعمل اللي هو عايزه وانا اسامحه ولا تعاليم المسيح بتحط شرط توبة طب مغفرة من غير شرط التوبة هتبقى ايه هيبقى تسيب كل واحد بقى انه هو يتساهل ويستهتر آآ ويكرر الغلط مفيش حساب ما هو مغفرة والناس عادت تفتكر تعاليم المسيح يقولك اللي هو في متى 18 7 مرات 70 مرة يبقى بلا حدود لكن ما بيقولوش الجزء الآخر هنشوف هدية دي مهمة قوي والتشد طبعا اللي هو العكس اننا اطلب ان هو حط له العقدة بقى في المنشار انه بحس ان هو مستحيل ان هو يقدر ان هو يتوب ويرجح لا لازم في بالانس برضو مفهوم آخر هو الاحترام كل انسان يحب الاحترام لكن الاحترام لازم يكون معاه ايه يكون معاه مبادئ يعني مفيش حد يجي يقول احترموني لو سمحته مفيش حاجة يسمعه كده موال ايه الانسان بمبادئه بشخصيته يقبر الآخر على احترامه لكن آآ لو مفيش آآ مبادئ لكن واحد استخدم السلطة مثلا او القو ما مقيتش احترام فمفهوم اللي احترام دي مجرد افكار يعني آآ ففي الاسابيع الجاية ان شاء الله كل مرة ناخد مفهوم او اتنين من المفاهيم دي اللي يحب برضو يفكر في موضوعات متربطة زي كده بعتولي فيش مانع ان احنا نكمل الاسابيع اللي جاي لغاية نهاية السنة في الموضوع دوت مواضيع مرتبطة بعضها ببعض بتكمل بعض فنقدر ان احنا نشوف الفضيلة فين وعكسها تبقى مش فضيلة خالص تبوز الفضيلة تعالوا بقى نتكلم النهاردة في الموضوع الاول وهو البساطة والحكمة او الحكمة البسيطة او البساطة الحكيمة طبعا احنا في الموضوع ده عايزين نفهم زي ما قلنا بس في الاول في الانتروداكشن غياب الحكمة في البساطة تبقى سازاجة على طول يعني انسان بسيط من غير ما يكون حكيم البساطة هتوديه فين ما هي مبقاش بسيط الحقيقة هي مش ان هو يبقى عنده بساطة من غير حكمة لا لان الاثنين دولت مع بعض زي التعبير الانجليش يقولك ان هو ايه two sides of one coin يعني تقدرش يبقى one coin فيها ناحية واحدة two sides لازم side اسمه حكمه side اسمه البساطة لكن في الاخرى وجهتين لعملة واحد تقدرش تفصلهم عن بعض يبقى هي الحقيقة البساطة من غير حكمة متبقاش بساطة والحكمة من غير بساطة برضو متبقاش حكمة يبقى لازم الاثنين يبقوا مع بعض البساطة لو ما فياش حكمة هتبقى سازاجة الانسان يتدحك عليه على طول يتدحك عليه في اي حاجة ويصدق كل حاجة هنشوف امثلة طبعا دلوقتي اه ويقال عليه ده فهده انسان طيب على نياته ويبقى مقصود بها طبعا حاجات تانية مش كويسة واحد تاني حكيم بس ما عندوش البساطة لا متبقاش حكمة هي بقى انسان معقد وكل حاجة تلاقيه حطيلك العقدة في المنشار ويقول لك وطلع لي القطة الفاطسة وعقدها انا ما قدش متخيل كده الموضوع عقد الموضوع كان سهل قوي وبسيط لانه فجأة وقفوا عقد طب ليه حد معقد مش حكيم حد معقد جاء عقد فبازت بسبب ان واحد عنده عقد وممكن العقد دي بتكون لها اسباب كتير طبعا الباججراوند بتاع الموضوع ده ان ربنا خلق الانسان بسيط لكن لما الانسان ربنا خلق الانسان بسيط لانه كان يعرف الخير فقط لما اكل من الشجرة اضيفت الى معرفته معرفة الشر يعني حقيقة الشجرة ما هياش معرفة الخير والشر لا هي معرفة الشر لان الانسان كان يعرف الخير فقط لذلك كان من السهل انه يدحك عليه كان بسيط وعشان كده ربنا اداله فرصة تانية انه هو يخلص اداله فرصة الخلاص بالفداء لما يعرف ان فيه شر لازم يبقى حكيم ولكن في حكمته ما يمشيش في العالم بالعقدة دية بتاعت انه هو الناس كلها اشرار لانه ممكن انه يبقى ايه خلاص الدنيا سودت في وشه لو حصل معاه موقف او اتنين فيعتبر ان كل الناس اشرار ولا يميز بين انه هو انسدنس يعني حصل انسدنس معينة لكن يطبقها على الكل لا ممكن يقول فيه انسان شرير ازاني لكن ممكن نقول برضو فيه ناس كتيرة طيبة مش معنى انه حصل معايا موقف يبقى اعممه على الكل فيه مثل يقول السيئة عم السيئة عم ده مثل معروف يعني يعني خلاص مدم حد عمل حاجة يبقى خلاص كل الناس بقت كده لا طبعا لازم ابقى حكيم واميز بين انسان كويس وانسان شرير ده الحكمة وعكسها بقى السزاجة والبساطة انه لا كل عندي كل الناس حلوين لا ده احنا بنصلي بنقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزحها عنا وعن سائر شعبك يبقى اذا هنا في الصلاة دي الكنيسة بتعلمني ان فيه ناس اشرار وفيه اعداء خفيين وظاهرين يبقى لازم انه يبقى عندي عقلك في راسك تعرف وتميز فضيلة التمييز اللي هي فضيلة الافراز اللي هي جاية من الحكمة فربنا خلى انسان بسيطا وباكله من شجرة معرفة الخير والشر دخلوا معرفة الشر وبقى فيه duality of life ازدواجية الحياة وبقى الانسان يعرف معرفة الخير والشر وضعت بساطته وكل الجهاد الروحي في حياتنا ان نعيد البساطة اللي خلقنا عليها ربنا وبولس الرسول بيقول اخشى ان الحياة تبعدكو عن البساطة التي في المسيح البساطة التي في المسيح يعني في المسيح الحياة المفروض او المفترض انها تكون حياة بسيطة الخلاص اللي قدمه لنا السيد المسيح على الصليب مش عايز عقد مين اللي عقد يقول لك اليونانيين عايزين حكمة طبعا مش حكمة الهي عايزين حكمة دنيوي طب وما قال اليهود عايزين ايه عايزين اية دينا اية لكن قال لك الصليب لا كده ولا كده الصليب في منتهى البساطة في منتهى البساطة ربنا يفدينا على الصليب واعزم قال لا اعرف الا المسيح واياه مصلوبا خلاص خلص الصليب هو اعلامة المصلحة بين السماء والارض وعليه المسيح مات وفداني ودفع التمن الخطيئة والموت وداني حياة ابدي بمساط مش عايز ايه تعقدات كانت الحية احيال من جميع الكئنات الاخرى وقات لأمنا حوى في بساطتها وخدعتها وامنا حوى كانت بسيطة لا تعرف الشر ولا تعرف الكدب وقالت لها لربنا قال لا تأكلها من الشجرة ولا حتى تلمسوه هي طمنتها وقالت لها لا ما تخفيش لن تموتا صدقت صدقت ليه علشان لا تعرف الشر وبعدين أغوتها وخلتها تبص السمرة جيدة للأكل وبهجة للعيون شكلها حلو وما دقتهاش لكن الحية حلتها في عينيها وراحت قطفت واعطت لآدم وفقد آدم وحوى البساطة واتنقل لينا كلنا نسل آدم وحوى الإزدواجية في معرفة الخير والشر لذلك الإنسان اللي عايز يعيش في البساطة يبعد عن الخطيئة ويبعد عن الشر علشان خاطر يعيش في نقاوة القلب أول ما الإنسان بيدوق من شجرة معرفة الخير والشر بأنه كمان يشارك فيها مش بس يورسها وبقول يورسها برضو لأن دي هارتقة طلعة جديدة احنا ما ورسناش خطيئة آدم لا ورسناها ودي هتكلم فيها على فكرة هتكلمكم فيها لأن دي كلام خطير جدا زي ما نورس الخطيئة آدم وحوى احنا مرتبطين به ورسنا الخطيئة وورثنا توابع الخطيئة من الموت والفساد أيضا طيب عايزين ناخد بعض الأمثلة في الموضوع ده تعالوا ناخد بعض الأمثلة نمرة واحد في موضوع البساطة والحكمة يعني في أخذ القرارات لما تيجي تاخد قرار التصرع خطأ لأن واحد عايز ياخد قراره بالذات لما يكون قرار مصيري لازم يبقى حكيم لازم يقعد يدرسه من كل نحية نقدرش يتسرع فيه مثلا في الزواج مثلا ده قرار مصيري لما أجي أختار الإنسان اللي هرتبط به لازم أدرس من كل نحية الشخصية ايه بتتفق معايا ما بتتفقش بنعرف نتفاهم مش بنعرف نتفاهم لكن البساطة الواحد ياخد كده أي حد يلاقيه في الطريق وعايز يتجاوز وخلاص هيتعب يبقى الحكمة تقتدي التفكير أمال التعقيد يبقى إيه كل واحد يتقدم لوحدة تفضل تطلع فيه قطة فطس أي حاجة هي عندها عقدة من الزواج شافت أبوها وأمها بيتخنقوا كتير أو هو الأب بيدرب الأم في عقدة عندها فهي كل فرصة لها للزواج بتبوز فتعقدها فبقت معقدة في عقدة دخلتها من الجواز فلذلك مش هتتجاوز طبعا لأن كل واحد يحاول يقرب لها بتطلع فيه أي حاجة ودي بشوفها كتير على فكرة يعني وقال الأهل يقولولها ليه فلانا ده إنسان كويس ويعني مناسب جدا تطلع فيه أي حاجة حقدة فيه عقدة مش قادرة تتخلص منه وساعات الواحد بيبقى منتظر مستر بيرفكت اللي هوش موجود أصلا لأنه أنا نفسي مش ميسس بيرفكت أنا بقول على الأختي دي 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 يعني اللي هي بترفض هي لازم تقول أنا مش ميسس بيرفكت فما قدرش إن أنا أستنى مستر بيرفكت وقال عمري ما هتجاوز لكن لازم يبقى في نفس الوقت حكيم إن الأخطار صح وأخطار صح مش بيرفكت علمونا تعبير جميل قوي يقولك جود اناف جود اناف جود اناف جود اناف يعني ايه جود اناف يعني مش بيرفكت لكن برضو مش وحش يعني جود اناف هنقدر نتعايش مع بعض هنقدر نندمج هنتنازل شوية كل واحد وهنوصل لكن اللي هيفضل مستني الشخص الكامل إن شاء الله يستنوا لما جئي السيد المزيح الثاني على السحاب لازم في الزواج الإنسان بيتعلم إن هو يتنازل وده الحب لكن القرار محتاج حكمة وبساطة قرار شراء حاجة مثلا حاجة بتبقى عايزة حكمة وبساطة اشوف ايه الكريتيريا انا عايز ايه بالزبط واحط كده عايزة حكمة وبساطة ايه قرار فيه تصرع دايما مش من ربنا لازم الإنسان ياخد وقت وايه قرار فيه تعقيدات برضو مش من ربنا يبقى في أخذ الكرارات لازم يبقى فيه بساطة وحكمة ايه تاني في التصديق ان انا أصدق ان انا أصدق كل شيء طبعا فيه آية بتقول المحبة تصدق كل شيء يبقى الوضع السليم ان انا في البساطة بسدق كل شيء لكن يقول ايه فعلمنا القديس يحنن ايها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبيان كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم يبقى اذا هنا بنتعلم ايه هنا بنتعلم ان الإنسان يبقى بسيط في التصديق لأن المحبة تصدق كل شيء ولكن في نفس الوقت يكون حكيم بالإفراز ان هو لما يشعر ان فيه تعليم مش مظبوط زي التعليم الغير أرثوذوكسي يقول لا كلام ده فيه حاجة متريحش ليه ما تريحش عشان برضو الكديس يحنة يقول لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن الأنبياء كذبة يعني معلمين كذبة يعني فيه ناس هيندسوا ويخشوا الكنيسة ويعلموا تعاليم غلط يخدعوا البسطاء فلازم ايه زي ما قال معلمنا بولس أيها الإخوة لا تكونوا أولادا في أزهانكم بل كونوا أولادا في الشر يعني البساطة تبقى في الشر في معرفة الخطي أما في الأزهان فكونوا كاملين كونوا حكماء كونوا كاملين لازم تميز يبقى عندك إفراز يبقى إذن المحبة تصدق كل شيء ده من جهة البساطة طب ومن جهة الحكمة لا تصدقوا كل الأرواح بل امتحنوا خل عندك حكمة خل عندك إفراز واحد يجي يشككك في إيمانك ويقولك يعني ده مجرد خبز وخمر تشايف إيه خبز وخمر آه طب مال إيه نقولك ده نقمن الجسد والدم جسد دم يسوع المسيح هذا هو بالحقيقة أمين ليه لأن المسيح يخذوا كله هذا هو جسد يخذوا أشربه هذا هو دم فلما ييجي واحد غير أرثوذكسي يقولي ده هذا أصنعه لذكري أقوله أمين واللي هقوله أنت كذاب أنبياء كذاب معلم كذاب جاي يجذب علي ليه هو حر ملناش دعوه بيه لكن ما ياخدش أولادنا ولما نيجي ندافع عن إيماننا يقول شوفوا الأرثوذكس متعصبين لا أنت اللي كذاب وخادع أنك بتيجي تكذب علينا كما فيش شفاعة لا فيش شفاعة شفاعة الإدسين واحد يجي يقولك برضو في الأيام دي بقى إحنا مورسناش الخطي لا ورسنا الخطي عايز تغير إيماننا ليه هتستفيد إيه واحد يقولك طف قدام ربنا ما تقولش إنك خاطي ده كل الكتاب المخدس تعاليمه كده إزاي إن أنا طف قدام ربنا ما قلش إن أنا خاطي كلام ده جايبينه منين إيه الروح الغريبة اللي دخلت الكنيسة لا تصدقوا كل الأرواح جايز هذا الكاهن جديد ولسه يعني محتاج الخبرة لأنه لوم عليه لكن نلوم على اللي هو سمع منهم وتعلم منهم اللي هما بيجي بولنا تعاليم غريبة جوه الكنيسة ومشيين في الطريق ده مش كل حاجة نصدقها ومش كل حاجة نسقف لها التعاليم الغريب لازم نقف ضده مش كل حاجة تتصدق لا تصدقوا كل الأرواح بل امتحنوا الأرواح ايه تاني خبرات في الحياة واحد تجي له تاخد منه خبرة ومشورة ليه تشعروا انه هو عنده معلومات كويسة تلاقيه دارس فاهم البلد عارف القانون يديه لك مشورة حلوة ده من جهة الايه من جهة الحكمة فا يقول لك خبالك من نقطة واحد اتنين ثلاثة ولكن يبسطها لك بحيث انها يتوصل لك المعلومة في بساطة واحد تاني يعقدها يسودها كده تخلي خلاص كفاية اعم مش عايز اسمع اكتر من كده فلازم في خبرات الحياة لما نيجي نشارك ناس فيها تكون فيها الحكمة لكن فيها البساطة يا سلام لو في ناس مليانة حكمة تقدر تساعد الناس في حكمتها وفي بساطتها اه في الموضوع ده برضو عايز اذكر اه في حاجة زي البزنس يعني يعني ايه البزنس عشان انا بتكلم الكلام ده عشان فيه ناس كتيرة بيجوني عايزين اخش في مشكلة مثلا واحد دخل في بزنس مع واحد وخسر فلوس يقول لي اتدخل يقول لي احنا وثقنا فيه فلان و وثقنا فيه لانه شماس مثلا او لانه خادم طب انت خدت عليه دمانات خدت عليه ورقة تضمن حقك ولا انت كنت غير حكيم القانون لا يحمي الناس الشطار اللي زيك كده اعملك ايه انت دخلت في بزنس في بساطة او خلينا اقول فعباطة ااسف يعني بقى لانه مكنتش حكيم انك تضمن حقك احنا في زمن عايز حكمة مع البساطة لازم يكون فيه حكمة اقول له فلان انت بنقعد نعمل ان نروح للمحامي ونكتب ورقة و كل واحد يضمن حقه لكن اقول له طب فيه ورقة يقول لي لا طب فيه ايه مستند طب فيه شهود يقول لك لا كل حاجة لا طب ان اعمل لك ايه اقول لك احرموا روح بقى احرموا ليه اتدخلوا الكنيسة في المعاملات الشخصية انت غلطت تحمل غلطتك انت مكنتش حكيم طبعا الكنيسة لا تقبل الظلم لكن انت خليك حكيم اللي عايز اقوله في الموضوع بتاع النهاردة دوت باختصار شديد يعني ان ما ينفعش الحكمة من غير بساطة و ما ينفعش يكون البساطة من غير الحكمة لازم الاتنين يمشوا مع بعض وكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام علشان ربنا يبارك حياتكم لالهنا كل المجد الى الابد امين في بعض الدقائق ارجو يا ميشيل تشوف موضوع الوقف الشينفع كده يا بني بعض الدقائق و اطلع فاصل تقدر تطلع فاصل اول وقت يشغل ولا متوقف طيب اه لو في اسئلة ممكن تبعاته ولا اسئلة ولا احيان اخذر اخذر كذلك اخذر كذلك لانا اعلم يا المناة يوجد مشكلة بين عزيزة و عزيزة. لا أعرف ما أفعل. هل أحتاج إلى أبونا أن أرافهم؟ أحاول أن أتحدث مع عزيزة لكي أكون أفهمة. أفضل طريقة هي أن أفضل أبونا أن أسألهم وأن أسألهم وأن أحصل على بعض المساعدة. هذا هو أفضل طريقة. أنا بأتأسف طبعا وصلني رسال كتيرة على قطع الإرسال. هو في مشكلة بقالها أسبوعين تقريبا لازم هنحلها خلال الأسبوع ده بنعمة ربنا علشان يعني يوصل لكم الإرسال بكوة ومتقطعش خالص. فأنا بتأسف ليكم وأوعيدكم إن شاء الله الموضوع هيتحلخ خلال الأسبوع ده. صاحبة قريبة مني قوي زعلت منها وأخدت على خطري أن تقوم رحلة للقدس لكن معرفتنيش لما حجزت وخلص الحجز وخلص الحجز عرفتني من الرغم إن قالت لي أشخاص تانية قريبة مني هل أعاتبها وقلها ولا بلاش أحسن خليني عندي حكمة فيه ثلاثة ريأكشنز بيكونوا في الحالات دي أوكي لأما الإنسان لما بيكون حجم دايقاه إنه هو يكتم ولكن فيما يكتم تعبان ومخليها جوه تعبان واحد تاني بيسامح ويغفر وينسى ويدي أعذار واحد تالت بيروح يخلص أول بأول ويفضي اللي جواه فالأول اللي بيكتم جواه هو تعبان هنتكلم عنه كمان شوية بالإنجلش في حاجة اسمها ديس بليست أنجر ديس بليست أنجر يعني هتطلع في وقت تاني بصورة وحشة جدا عشان مخبيها جواي مع الاجتهاش فهتطلع بأوحش صور فلو أنا هتعب لو متكلمتش أروح أتكلم بس بهدوء ويبقى عتاب محب لو أنا قلبي كبير وسامح وبنسه وخلاص مش فرق أقول معلش جايز نسيو أدلهم أي عذر يعني جايز نسيو جايز مش قصده وعدت الحكاية أو أن أنا أروح أعاتب فدي الثلاث حالات فأوحش حاجة أن أنا أخليها جوايا وما أتكلمش وأنا تعبا وأحسن حاجة أن أنا أنسى وأكيدنا ما فيش حاجة حصلت وأدي أعذار لكن لو ما قدرتش أروح أتكلم بهدوء وأعاتب عتاب محب بس كده أعب دول أرجو أن تبارك بنتي مونيكا عيد ميلادها واحد وعشرين سنة هابي بيرث دي مونيكا بس ارجو انها تكون بتشوفنا يعني او توصلولها هابي بيرث دي مونيكا اللي هي بس طبعا مش واضح بابا ولا ماما اللي باعت بس اقولولها يعني ان انت مونيكا المقصودة جايز فيه كذا مونيكا بتتفرج يعني او هابي يقول احنا بنحبك ونفسنا نشوفك في كنيسة كذا في نيوجيرزي اولا اشكركم على محبتكم واهل نيوجيرزي كلهم في قلبي وفي محبتي عشرة طبعا دلوقتي معاكم نيافة الانبا جابريل انسان عظيم جدا خدوا بركته ده راجل محترم جدا وبرك وارجو تسامحوني لان انا محتاج ان انا اركز في الابرشية اللي اتمنى ربنا عليها نيويورك ومن نيو انجلند واللي طبعا نيوجيرزي قريبة تقدروا تيجوا اخد بركتكم في اي وقت في اي كنيسة في نيويورك او نيو انجلند لكن سامحوني ان انا مش هاحضر وبالمناسبة دي انا اعلنت قبل ما جيء نيافة الانبا جابريل اني مش هقدر احضر اي مناسبات خالص في نيوجيرزي سوى العزقات او الجنازات عشان اقدم عزق لكن ولا افراح ولا اعياد ميلاد ولا يعني الحاجات دي ارجو ان انتو تعفوني منها لان محتاج ان انا ادي وقت اطول لنيويورك ونيو انجلند وارجو ان تسامحوني يعني في الموضوع ده وتقبلوا ان انا اعتذر يعني مع العلم ان ان يقفت الانبا جابريل نفسه مرحب جدا ودايما يقول لي ما تحرمش اولادك منك يعني بس احسن حد يفتكر اي حاجة سيدناد انا شع LC ويديو ومي ومو جانبось مضعو لطفوري سيدناد انا شعر حوسي وان هنا شعر الفير ودمش جد مقارس وشعر وقي مواد كست Tombائل انا لا انتم مع من مقار swirl شيء إن هنا فقط تم احصل سيدنا AV تبا وصلت كثيرا جيدا لكي تباكي وضعها لكي تباكي اعتقد أنك أجل تبدأ أي محلقة عندما تكون 20 أو 21 قريبا إلى أنك مستدامت معلومة لكي تباكي 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 وضعها كبيرا لكي تباكي تباكيي لكي تباكي عن الأشخاص إذا كنت أريد أن تباكي 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 لأنه ستكون في الحياة ستكون مباشرة أشكر محبة الشخص اللي بيقول يعني محاضرة أكثر من رائعة أشكرك بس معرفش أنتوا سمعتوا منها الدقيقة الأغلبية يعني ولا كالدقيقة بسيطة على فكرة في اليوتيوب بتبقى متسجلة أي حد ممكن ما يشوفش المحاضرة ممكن يرجع شوف على nynecopts.org على اليوتيوب nyne اللي هي نيويورك نيوي انجلند copts.org هتلاقوا المحاضرات كلها بتاعت يوم الخميس موجود فالسؤال بقى هل الحكمة صفة مكتسبة أم صفة موروثة وما الاتنين في حكمة الإنسان بيولد بيها وفي حكمة الإنسان بيتعلمها من خبرات الحياة والناس اللي عاشرهم والناس اللي عاش وسطيهم يعني أنا أشكر ربنا عيشت سنين طويلة تعملت مع قداسة البابا شنودة اكتسبت منه حاجات حلوة أشكر ربنا عليها حتى أني قلت وقت نياحته أنا هعيش ببركة هذا الرجل بقيت حياتي تعلمت منه حاجات حل حكمة كتير طبعا فبنتعلم من اللي حوالينا ممكن إنسان يتعلم من والده أو من والدته حكمة كتير أكيد في ناس بتأثر في حياة الإنسان بلا شك وعلشان كده الحكمة نازلة من فوق معلمنا أقو بيقول من تعوزه الحكمة فليطلب يطلب الحكمة سليمان نفسه طلب الحكمة معنى كده إنه ما كانش عنده الحكمة وطلبها وربنا ادهاله والروح الكدس بنسميه روح الحكمة فبيدي حكمة الإنسان شكرا هذا يقول ساعدني في حل مشكلة ابن أختي وأنا اسم كذا أرجو الموضوعات اللي هي فيها حاجات شخصية أو عايزة دراسة ما ينفعش في اجتماع عام يعني استنوا لتاني يوم أو يوم اللي اتنين بعد الويك اند وبعتولي لأن طبعا في وقت اجتماع عام مش هلحق أدرس شكرا بيقول ابني تخرج من البكالوريوس أرجو الصلاة من أجله لجفاءه من الاكتئاب هو أخته على المسبح فيه أنواع من الاكتئاب تحتاج أنتي دي برسنت الأنتي دي برسنت ده طبيب لازم يوصفه ومش غلط خالص لأن فيه عندنا في الكالتشر بتاعتنا المصري يقول لك أنا أروح لطبيب السايكايتريست هو أنا مجنون لا يا حبيبي مش مجنون لا ده دواء بيظبط الكيمستري بس حاجة زادت حاجة نقصت زي ما مثل واحدة عنده سكر زيادة بياخد دواء بنقص السكر فاش أي حاجة فالأنتي دي برسنت بتساعد أن الليفل بتاع الحاجات دي تتزبط في الجسم فاش أي حاجة الحقيقة أسألتكم حلوة وكتيرة بس أنا عايزة أبتدي الموضوع الإنجليزي ولا كده هيديع الوقت في واحدة طفلة بتقول أي سيدنا أنا في 4th grade وأنتي في مجموعة أنا لا أعرف ما يجب أن أفعل يجب أن أخبرك لأنهم يجب أن تحسن أننا وليس لن تحسن أننا يجب أن نتعلم أن نتعلم أن نتعلم أننا نتعلم لأننا نتعلم لن توقف الناس الذين نتعلم وليس هذا ما أتحدث عنه في العربية حسنا يجب أن نتعلم وليس لن نتعلم إلى أن نتعلم لأن نتعلم لكن إلى أن نتعلم للجل من توقفنا وأن تأكولنا يجب أن نتعلم لن نعلم ساعة التمانية وديقتين يعني كده دخلنا في الوقت بتاع الانجليزي وانا بصراحة الموضوع الانجليزي النهاردة مهم عايز ابتديه وهكمل الاسئلة طبعا حكملكم الاسئلة يعني لو في وقت بعد ما انخلص أو بالتعقس بس خلونا نبدأ الموضوع الDisplaced Anger بس خلونا نبدأ الموضوع الDisplaced Anger ما يطلق مشكلة مهاية المشكلة؟ لنحن نف習ه في التفاصيل قبل أن نشعطنا أيضاً في حالة وكمل حكث ايضاً مجتمع ضيق مهاية المهاية الآن مهاية المهاية بالتفاصيل المكتب في التقاطح هي أحاول ميقفة استخدمة السعب يسمى أيضاً على مرحب المسطلق مرحب المسطلق يعني غضب غير مبرر طبعاً لكن ليس في مكانه في مكان ثاني يعني ما نعرأت نفهم لماذا يرى المسطلق هذا الطريق ما هو مرحباً بعد ذلك هو مرحب المسطلق أو مرحب المسطلق مرحب المسطلق عن began observe is that complete there is a type of anger that perpetuates negatively and starts a cycle of fights individuals who experience this tend to have poor impulse control they cannot control the impulse and reaction and high aggression due to a poor coping skills and an inability to regulate اشعرنا اشعر من اشعر من بشكل اشعر اشعر من شخص الاخر يعني شخص يخضب على حد في وقت وفي موقف غير السبب اللي هو مسبب له الغضب في الأساس okay that's why it's important to understand so anger is a big topic but today we're just focusing on one aspect which is the displaced anger anger in general is not acceptable it is a good emotion when it is channeled in the right way but generally the Bible is against anger in general also to learn more about misplaced anger or displaced anger is also has a ripple effect for example it could start with a man who directs his anger at his wife who in turn directs her anger at her children who in turn take it out on their peers يبقى عمال طلع غضبي وزعلي الزوغ طلعوا على مراد والزوغ طلعتوا على عيال وبعدين العيال طلعوا مع أصدقائهم كل واحد بيستضعف حد يطلع في الزعل بتاعه أو ممكن الراجل طعبا أصدقائهم who has a bad day comes home and starts a fight and he don't know what's the reason ولكنه هو كده usually when someone is angry at something that he cannot express his anger he goes out to find someone to let out his anger at someone who will not be able to respond to him or to her يعني بيستضعف حد يطلع في غضبه هذا طبعا غلط so once it is known and understood just how toxic this pattern can become we can get one step closer to correcting this behavior before it becomes a bigger issue so to understand myself why am I reacting this way and why specifically in this situation and why always with these people that I'm comfortable with expressing my anger although they did nothing to deserve that so once I understand myself then I can I'm a step closer to resolving this problem and then they continue to say anger can be normal and healthy but misplaced anger kills intimacy and creates a wedge between partners it eats away at the foundation of the relationship and makes one partner feel like an emotional punching bag you can show this analogy I feel a punching bag so it's an emotional punching bag every time I want to let out my anger it's not a good feeling right over time they learn to displace their anger and emotions either externally or internally when this happens externally we see misplaced anger from one person onto an undeserving other when this happens internally we see individuals blaming themselves for situation and owning the dysfunction when they don't need to so if this can be happening in two ways either to blame someone that has nothing with the cause or sometimes the displaced anger is to be angry at myself if I'm not able to cope with it and blame myself for situations if I believe that I'm really the cause and طبعا تريطو تفهمو you start to understand why this is very important because it is a dysfunctional system here that needs some confrontation so let me make some reasons or causes for the displaced anger we're going to talk about seven very quickly for the sake of time I wish we had more time but let's go quickly and talk about the seven causes number one unresolved issues from adverse childhood events that disrupted healthy development so our emotions how we feel today has to do with guess what our childhood and it's all in our computer in the hard disk here because the brain does not forget anything even from the beginning of birth from the first year everything is registered in our brain so whatever we went through growing up affects us today because our brain does not forget so physical abuse emotional abuse sexual abuse bullying domestic violence between parents also the children witness a few minutes ago I spoke about how domestic violence and divorce and separation may affect the children when they are getting married they may have a complex that they don't want to get married because they didn't see good example so when they choose their partner it's very tough because they cannot choose because they always find something to before they start to get into the full commitment they shy away and they give a reason why they don't want to continue because already the bad example that they have witnessed so the first reason is unresolved issues from childhood number two any stress whether it is stress at work stress any kind of stress so when we have when we're under tremendous stress we tend to let out our anger in a place where it not ought to be in a different place with different people that are the cause of the stress so if my boss is stressing me at work I let it out at home you can begin to feel why this is wrong the third reason is jealousy some emotions inside us if we are not dealing with them and confront our feelings can cause us to misplace or displace our anger so if I am too embarrassed to express the real reason then I'm going to express it in the wrong way in the wrong time at the wrong time يبقى واحد مكسوف من السبب الحقيقي مش قادر يقوله فبيغضب في وقت مختلف ومع أشخاص غير أو ممكن مع نفس الشخص بس مش قادر يقوله إن ده السبب الحقيقي ممكن أقول ديت مع مع example يعني يعني number four anger over unrelated issues exaggeration in reaction due to other issues for example when we get family problems husband and wife they come and I'm sure that all the fathers will say the same they tell us so many stories for hours and we sit down and listen and we don't understand what the real reason is until someone mentions their intimate relationship somehow because they are too embarrassed to express it then they talk about anything else and all the problems are the results of this one issue so the husband is angry with his wife because she is refusing to be intimate with him and all the problems that they talk about except the real reason which is intimacy the other reason is number five slander defamation someone comes to you and says something about someone to defame him or her and you believe it and you start to treat the other according to what you heard maybe they are lying how do you know so what do we do in such a situation number six self inferiority what does this mean self inferiority if if I feel I have a deficiency in a certain area and I want to show strength so sometimes we show strength in the wrong way with the wrong people so someone who thinks that they are not good looking they want to prove that they are good looking and if they feel that someone does not treat them in a respectable way because they believe that they are not good looking they will be very angry but the problem is inside not that they are good looking or even doesn't matter but the problem is inside not in how the people are treating us but the problem is inside and we are not resolving this issue inside us we cannot talk about it maybe someone made a bad comment about our looks or about our intelligence or about anything that kept us with an unresolved issue we believed it about ourselves and this is how we treat others so anyway these are all reasons and causes for displaced anger I want to give in the Bible some of the examples we can read in Genesis chapter 31 the story with our father Jacob and Laban his uncle when God blessed Jacob and then Laban became jealous of him because God blessed him now Jacob heard the words of Laban son saying Jacob has taken away all that was our fathers and from what was our fathers he he has acquired all this wealth jealousy envy bad feelings and Jacob saw the countenance of Laban and indeed it was not favorable toward him as before what are you going to do about it are you going to talk to Jacob and tell him I have a bad feeling and resolve it or are you going to treat him badly because you cannot talk about the real reason then the Lord said to Jacob return to the land of your fathers and to your family and I will be with you so one of as we will see in the solution how to solve this problem one of the solution is to stay away for a while run away get away because you cannot be in such a toxic relationship or a situation every day where someone is accusing you of something you did not do another another example is David and Saul David and Saul 1st Samuel 18 we know the relationship between David and Samuel started well when they asked David to come and play music and sing to Saul to calm him down but after God was with David and he conquered the Palestinians and he killed Goliath what happened in this situation they were but not in every situation so 1st Samuel 18 4 you will and Jonathan took off the robe that was on him and gave it to David with his armor even to his sword and his belt so David went out wherever Saul sent him and behaved wisely and Saul set him over the men of the war and he was accepted in the sight of all the people and also in the sight of Saul servants now it had happened as they were coming home when David was returning from the slaughter of the Palestine that the women had come out of the cities of Israel singing and dancing to meet King Saul with tambourine with joy and with musical instruments so the women sang as they danced and said Saul had slain his thousands and David his tens of thousands then Saul was very angry and they displeased him and he said they have ascribed to David ten thousand and to me they have ascribed only thousand Saul you have a problem you are the king who is David nothing you are the king but inferiority inferiority complex if you are the king what else matters let them give David ten thousand you are the king and he was after David for the rest of his life now what more can can he have but the kingdom so Saul I David from that day forward I I David from that David from that day the opposite is Saint John the Baptist the great man John 3 beginning with verse 22 they came to him and said listen his disciples were jealous so Jesus was baptizing and so was the disciples of John the Baptist what did they tell him Rabbi he who was with you beyond the Jordan to whom you have with testified behold he is baptizing and all coming out to him yeah when John was going to get angry how come what did he say John answered and said a man can receive nothing unless it has been given to him from above the spiritual words deep spiritual words right you yourselves bear witness that I said I am not the Christ but have been sent before him he knows his role he was the bride is the bridegroom but the friend of the bridegroom who stands and hear his rejoices greatly because of the bridegroom's voice therefore this joy of mine is fulfilled he must increase but I must decrease great saint he did not get angry he knew exactly what his role was and he said you must rejoice I rejoice he is the bridegroom who am I humility طبعا مشاكل كتير بتتحل بال humility تعالوا بقى نتكلم على ايه اه 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 تعالوا نتكلم على الحل what is the solution very quickly the solution number one as i said to avoid the situation okay what does it mean we can call it here disengage and retract yourself from the situation okay this this is the first solution whenever the situation requires me to be away then i must take time off whenever it is a heated discussion stay away do not continue while the discussion is getting heated up because it can escalate more okay this is number one number two you need to have a support system in both cases those who have displaced anger and those it's being taken out at support system call a friend get get someone to help you number three self soothe what does this mean let learn how to let your emotions out in a proper way so focus on your actions and how you react in a certain way in a certain situations this is number three number four re-enter the situation after some time and we call this be ready to confront and talk instead of bottling things in so you can revisit the situation but after you calm down and number five find therapy talk to a therapist sometimes these types of conflicts can be hard to manage without learning the right types of tools for communication and coping mechanism therapy therapy helps a lot so if it and you need to be honest and be in touch self awareness be in touch with your inner self why you react and why you exaggerate a situation we need to calm down and find help so displaced anger is a very serious emotion that requires honesty with oneself to be in touch with the inner emotion understand yourself find help have people around you that love you and get professional help if you need glory be to god forever amen انا كان فيه ورقة كنت بدور عليها حطتها مع المجموعة الانجلش بس لقيتها دلوقتي كانت من المحاضرة الاولى فعشان كده هقولها بالعربة لانها نقطة مهمة قوي لما بنقول البساطة والبساطة والحكمة ففي نقطة كانت مهمة قوي في الايمان في الايمانيات يعني مش اي كلام يتقال نصدقه فابونا اندراوس السموئيل ده كان كفيف ففي مرة بيقوله هو كان انسان بسيط جدا 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 غاية في البساطة لكن مرة بيقوله في الترنيمة ملكوها في الكلوب عن العدرة راح قال لهم لا وقفهم قال لهم لا محدش يقول ملكوها في الكلوب لانه ملك القلب للمسيح فقط فعلى قد بسطته على قد حكمته فاهم عقيدة صحب وزي ما قالوا مرة عن قصة واحد من الاباء قديس اغاثن يقولوله يقولوله انت اغاثن المهزار انت اغاثن كذا كذا وكان يسكت يقولولهم ايوة انا لما قالوله انت اغاثن الهرطوقي قالولهم لا كله اللي دي طب ليه قالوله اش معنى دي اللي زعلتك قالولهم لا اي اهانة دي هتحسب لي ان انا باحتمل وبسابع كله اللي الهرطقة لان الهرطقة تفصلني عن المسيح حكمة يبقى صحيح بسيط في فضيلة الاحتمال والتسامح وكل دوة بيعدي لكن حكيم مش اي حاجة تلتصك بيه ويوافق عليه حكمة نحن لديه بعض الوقت لتأكيد من الوقت يعني حد برضو بعد سؤال طويل مش هلحق قرأنا الاسئلة لانه حاجة بيرسنل اه صحابه الاسترار يقول ممكن اتكلمك يومel 2 يومel 2 ان شاء الله اتصلوا أخذ بارك أخذت 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 because this is what the Lord teaches in Matthew chapter 18 to get Abuna involved because of course you care about this person طيب فيه سؤال كويس ده اخر سؤال بالنسبة بيسأله بالنسبة للدراسة في المعهد الدراسة في المعهد بالعربي وفقط اللي هتلخصوه الموضوع العربي مش الانجليزي ويتلخص في صفحة كل اسبوع في صفحة واحدة وخلاص وهتجمعوها وهنقول لكم في الاخر تبعتوها فين يبقى كل اسبوع العربي تلخص في صفحة في النهاية هنجمعها وهقول لكم هتبعتوها فين ده بالنسبة للمادة دي ربنا معاكم كل اسبوع وانتو طيبين نشوفكم بخير ربنا يديكم اسبوع وكل بركة الهنا كل مجد مين عايزة اقول لكم قبل ما نخلص ان يوم الويك اند ده انا اقول لكم قبل كده الويك اند ده السبت والحد هيكون في الفاستيفل في السنتر هنا في ستاتن ايلاند سنتر ومن العدرة اللي هو عنوانه فايف هندرد تود هيل رود تود هيل سبلنج تي او دي تي تي او دي تي هيل اتش اي 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 ال ال رود وهده يبقى طول اليوم في الويك اند بس يوم الحد باذن المسيع هيكون معانا نيافة الانبا انجيلوس اوسكو في لندن وهو هيباركنا في القداس وبعدين من الساعة طبعا القداس بيقى من تمانية لحداشر وبعدين في فترة في النص من 11 الواحدة كده بريك ومن واحدة الاتنين هنعمل اجتماع للشباب علشان يعني يبقى فيه خرصة للشباب يلتقوا بنيافة الانبا انجيلوس ونشوفكم ان شاء الله الويك اند انا هكون موجود في اليومين ان شاء الله اغلب الوقت ربنا هيكون معاكم فضلوا نسلم من دنيمو دفادا نوب دي سانو ده هولي سبيرت وان جود امان فانا oh lord make us all worthy to pray thankfully and say our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those trespasses against us and lead us not in temptation but deliver us from the evil one in Christ Jesus our Lord for that is the kingdom the power and the glory forever the love of God the Father and the grace of His only begotten Son our Lord God and Savior Jesus Christ the gift and the fellowship of the Holy Spirit be with you go in peace may the peace of God be with you 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 be with you